شكراً لي الشرف أن أتلو عليكم النص الكامل لكلمة جلالة ملك محمد السادس نصار الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية أصحاب جلالة والفخامة والسمور والمعالي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أود في البداية أن أعرب لأخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص شكري وبالغ تقديري على دعوته الكريمة لنا لحضور هذه القمة العربية متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة كامل التوفيق في رئاستها لهذه الدورة الثالثة والثلاثين كما أتوجه بإزجاجي للسكر لأخي المبجل خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الرئاسة الناجحة للقمة العربية في دورتها السابقة أصحاب الجلالة والفخمة والسمو والمعالي إن انعقاد هذه القمة الهمة في ضرفية عصيبة جهوياً ودولياً يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القدايا الملحة لأمتنا العربية وفق رؤية استشرافية وواقعية تروم النهوض بالأوضاع الراهنة ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها وفي هذا الصدد فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصراراً على أن تضل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط وهنا نجدد التأكيد على دعمنا التابت للشعبي الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات سيادة على حدود الغابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القصري للفلسطينيين أمر مرفوض لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقار وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة مشددين على ضرورة الإصراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية المستدامة وتعزيز حماية المدنيين العزل وبصفتنا رئيس لجنة القدس سنواصل وبتنصيق وتيق مع أخينا فخامة سيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بدل المساعي الممكن للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة وبالموازة مع ذلك نواصل من خلال العمل الميداني الذي تطلع به وكالة بيت أمال القدس الدراع التنفيذية للجنة القدس إنجاز خطط ومشارع ملموسة تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس أما فيما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطاع العربية الشقيقة فإن المملكة المغربية بيحدوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان على أساس تغريب الحوار والمبادرات السلمية بعيداً عن منطق القوة والحلول العسكرية للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي إننا نشجل بكل أسف أن التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان منظمتنا لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه رغم التوفر كل مقومات النجاح لدى دولنا وهنا يجب التأكيد على أن هذا الوضع ليس قدراً محتوماً وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك وتستند إلى الالتزام ببادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرق والانفصال وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نتأسف من جديد على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية ولا سيمة من خلال ضمان حرية تنقل لأشخاص ورؤوس الأموال والسلاع والخدمات بين دوله الخمس أصحاب الجلالة والفخمة والسمو المعالي إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهيناً بإيجاد تصورٍ استراتيجي مشترك وتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورس صفوفها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لطروتنا البشرية في مقدمتها الشباب العربي وفتح آفاق تأهيل والإتقاء أمامه لا سيما من خلال تمكينه من وسائلٍ وآليات التعليم والتكوين الحديثة وتوفير المزيد من فوق الشغل في مختلف المجالات مما يؤهله الانخرات في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واعي ومسؤول هو الطروة الحقيقية لدولنا هو السبيل الأمتل لتعزيز مكانتها وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية وأن تكون فاعلاً وازناً في محيطها الإقليمي والدولي وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وصلاح أمتنا العربية وتحقيق تطلعات المشروع لشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة